اما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا الطبية لليوم يمكن كتير من الصبايا ليا ونحن منهم كتير بنعاني من يمكن البشرة خلال فصل الصيف كدش ممكن تتأثر بأشعة الشمس فرق الفصول كدش بيعملنا شفان بالبشرة ناهيك يمكن عن ساعات العمل الطويلة والتعرض للشمس بسبب الذهاب إلى العمل والعودة أسئلة كتير يمكن تخطر على عديد من الصبايا رح نستفسر عنا أكثر مع الدكتور الأخصائي الجلدي هايك سيروبيان يسعد صباحك وحلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور هايك قبل ما فوت على موضوعنا حضرتك كنت متابع معنا الحوار يلي صار مع الدكتور فواز الهلال والمناقشات يلي تمت بالبداية شو رأيك بالموضوع ويمكن شفتك كتير من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي على الأطباء شو رأيك بالموضوع وكيف بيكون إنصاف الطبيب والمريض بذات الوقت؟ أول شيء الحكم بهيك قصص ما أنا مواقع التواصل الاجتماعي لأنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تمشي أحيانا بتنازل القطيع صحيح يعني ممكن أنا أحكي كلمة على حدا وهم راح لقي عليها ألف لايك العالم تتحمس ماذا وكل واحد بيعطي رأي يعني إلا خصوصية خاصة عن مواقع التواصل الاجتماعي بمفهومنا السوري للأسف يعني ما فينا نعتبر لحنا ناس واعين بمواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون أداة للشهرة الغير مشروعة في بعض الأحيان وللتشهير الغير مشروع في بعض الأحيان وتريند هي أسف وتريند يعني هو شيء مدفوع هو ما نوشي يعني تجاري بحت أنا اليوم وقت بكون عم أعبر عن حالي بصفحتي هذا شيء مشرعي لي وقت بكون أنا جزاء من عالم تاني فهذا صار يعني عم بتفحقه بتفحقه بنجاحه وبتفحقه بفشلي فيني هاجم فيني اتهاجم فما فينا نعتبر لحنا مواقع التواصل الاجتماعي هي شيء أساسي الأخطاء طبيعية هو شيء موجود ممكن يكون أحياناً هاي الأخطاء إلا علاقة بالمريض وإلا علاقة بالطبيب وفي شيء قدري بالحقيقة يعني أنا عدنا نفرزه في شيء اختلاطات في شيء قدري تماماً قدري بالموضوع أنه اليوم هلا أنا ممكن أنا نفسي أخذ أنا طبيب بزمانه أخذ حب الدواء وتحصص منه مثلاً هلا عم بحكي عن مستوى حب الدواء فما بالك أحياناً اليوم بالعمليات الجراحية بتاعت التخدير ممكن يتعرض أو بتصير مثلاً مريض فجأة ينزل عدد ضربات لقلب بعده تخف أكسجته يتوقف قلبه أحياناً هلا الطبيب اللي عنده خبرة بيقدر يستدرك الموضوع غالماً طبعاً لأنه في شغلات حتى هيتخرج عن إرادته قدري بحث فممكن نحنا بوسائل تواصل اجتماعي أو بتأديرنا العام نعد نتهم ونوزع اتهمات هذا الموضوع ما بجوز في دائماً لجان طبية لتحكم بهيك موضوع وفي رأي طبي دائماً بيحدد مصير كل إنسان أو وين الخطأ في أخطاء أكيد وهي أخطاء ممكن تكون موجودة أحياناً عن نقص الخبرة عن نفس المواقع على فكرة اللي هي بتروج أحياناً لبعض الإجراءات على أيدي غير خبيرة بسبب موارد مالي ما بتصير وطبعاً ما أنا عم بشمل كل الصفحات وكل المواقع في ناس كويسين وناس لا بس غالب يتوتشجار يعني كلمة بتاخدون وكلمة بتجيبون يمكن عم تشوف التوجه الأخير كمان حول أطباء التجميل يعني عم تشوف بالأواني أخيرة تجيش بشكل تير كبير إن في أخطاء طبية أكثر هلا هي ضعت صديقتي اليوم في نقطة أول شيء شيء طبيعي تطلع أخطاء اليوم في قسم كتير كبير عم بيتروج لهم تحت بند دكتور ودكتورة وهني معنهم أطباء هني أخصيين مية بمية وفي منهم الساعة ونقيد الاختصاص حتى ما ننهي ناختصاص ونمروجين وفي منهم خارج السرب خالص بعد فترة وصارت كذا قصة بعد كذا سنة بيكتشفوا أنه مانه طبيب من الباب لكن موقع تواصل الشيء عمله طبيب فكيف أبدو يكون في هيك أخطاء صحيح طيب في عندك شيء تاني أنا هلأ مثلا ممكن أقعد هاجم أي مكان بعض الموضوع أحيانا نحن عنا بعقليتنا أحيانا أنه أنا إذا هاجمت حدا معروف فأنا بكون حققت شيء يعني أنا بتذكر في أحد الصفحات كانوا حاطين زميل اللي بدون تسميه حدا كتير مهم في سوريا حدا كتير مهم شهادته عالميا زنمي معطي يعني مهم جدا برا يعني شهادته بطير ما بدي يفصل مش هما يعرفين بس حدا كتير مهم يعني وهذا الزلمي لو بقي برا كنا هلأ بكون عم نتفخر بالطبيب المغتري بالسوري وزلمي عايشهم وقالله عاطيه أموره بألف خير فأحد المرات في أحد الاستفتاءات مثلا مين أهم طبيبي بيعمل كذا فحاطينه الثالث يعني وحاطين اتنين شباب قيد الاختصاص من مين عم يقيم؟ لا لا أنه مأهي بالأس اللي عملي حاطينه فوقه للتأثير على صناته أساسا هلأ هو ما بيتأثر على فكرة نهائيا يعني هذا أحد الأخطاء اللي بيقعوا فيه الناس بحاول يشهره قد ما شوهته أنت بتعطيه داعي يعني هو بالأساس ما ممكن يتأثر لأنه عمله بالنهاية هلأ أنت اليوم بترغل عن طبيب بناء على شو حكيني عليه بالمواقع بتكوني ضيعة حالي بديك تشوفي عمل بديك تشوفي نتيجة عمل المواحد عم بلعب جسمه بجماله ما بيقدر يمشي هيك عشوائي نحن مانج ناس طالعين بولا بتحاول بتنجح في بعض الأحيان لكن ما فيها تنجح في كل الأحيان يعني أنت فيك تحطي هذا اللي هو فرست اي بلاس مثلا وتجيب تحطي اتنين فوقه ففرضا هني برأيهم أنه هني عطوهم اي مي فوق الحقيقة لا لأنه العمل بالنهاية هو اللي بيشتغل طبعا أنا مانع أبخص قيمة حدا بس هم نحكي على طريقة من الطرق المتداولي طبعا هلأ هذا الحكي اليوم ممكن يوجهنا أطباء تاني رح تشوفي تشوهات رح تشوفي أخطاء لأنه بالأساس الألي هي ألي هي ترويجية كثير عم نعاني اليوم بمعالجاتنا اليوم من تصفيح كثير أخطاء عشرين بالمئة مشوالي صار هو تصفيحات طبعا أنا مانع عم بقلل من قيمة الأطباء بس هو في شالي ما لا علاقة بأطباء أنا عم تجيني مشاكل مراكز ما لا علاقة بالأطباء خالص ما في طبيب بالنص يعني فموضوع التداول أحيانا يعطينا معلومات مشوهة بتوقعنا بهذه المشاكل هذا على مجالاتنا فما بالك اليوم بالجراحات والأمور الثانية أكيد فيه أسباب نعم دكتور ولحتى ندخل بصلب موضوعنا عن البشرة خلينا كمان نعقب على نقطة كثير مهمة إلتا أنه كثير في من المراكز وخاصة خلينا نحكي باختصاص الجلد نكون ولا التجميل هي يمكن اللي بتعمل ليزر معنى أخصائية بتعرض الجلد إلى حروق هناك أخطاء بجوز مواد لا تلائم بشرات محددة كما في أخطاء كثيرة فلازم كثير من إحنا ننتبه أنه نحنا نتوجه إلى طبيب وليس إلى مركز تجاري خلينا نفوت بصلب موضوعنا وهو عن البشرة وعن تغيرات الطقس وإذا بتحب تعلق على حكي قبل لا لا حكيك مزبوط هذا شيء واقع ملخص بسيط وهذا عم نقافي للأسف حتى بالنسبة للناس العاديين قدرة التمييز عما تخف وما من لهم حدا مثل ما ما عنا لحنا خلينا نعتبر ثقافة الفيسبوك الحقيقية اليوم موضوع كورونا راح تلاقي واحد يموت يكرابي وراح تلاقي واحد يستهتر فيها على أي موضوع في الحياة اليوم أي جدلية فيك تشيطني لبديك ياه وتحطي تاج الملائك على أي إن كان هذا عادي موضوع شائك كتير الحقيقة وضبطه ما نسهل هذا شيء لازم له جهات مختصة بالموضوع اللهم أمضي يحكي أكثر من هيك مشان ما ناخد من وقت البرنامج بالشيطاني خلينا نحكي عن موضوعنا الأساسي يمكن هيدا الموضوع بيهم كل الصبايا والسيدات اللي عم يتعبعونا قديش مهم اليوم نهتم ببشرتنا أشوعة الشمس مهمة إلى فوائد عديدة لكن ممكن تأذي البشرة خلينا نحكي عن مشاكل البشرة في الفصل الصيف كيف فينا نعالجها يمكن نحنا بطبيعة عملنا كمان نتعرض للشمس بشكل دائم بشكل مشتور الشمس حيات نحنا نبلش نهارنا ونقول صراحة الخير حيات صح فالشمس أكيد شاري مفيدة للإنسان لكن نحنا طريقة التعاطي معه بتخلينا أحيانا عقدنا في تطرف بطريقة التعاطي مع الشمس بتخلي الطبيب يمشي بتطرف مقابل يعني المريض بيلي أنا بدي أتعرض الشمس يقول لي أنت ممنوع من الشمس هذا هو الواقع لكن الحقيقة أنه نحنا وقت بمنع مية بالمية فأنا بعرف أنه مريضي رح يهرب الموضوع فأنا برجعه للتوازن الطبيعي اليوم التعاطي مع الشمس بيرتبط حسب البيئات يعني أنا اليوم عايش ببيئة مثل سوريا نحنا شرق أوسط بشرتنا بيتيتيريان يعني الشرق أوسطي نحنا عايشين ببيئتنا نحنا تأثير الشمس علينا هو شي متأقلمين عليه من وقت ما كنا أولاد ما في شي جديد علينا أنا ما انتقلت من سوريا مثلا ورحت عشت بالسويد أو عشت بالسودان أكيد لا هنيكي ابن المنطقة متأقلم مع بيت وهون ابن المنطقة متأقلم مع بيت وأنا متأقلم مع بيت فلحنا معنا مشكل كتير كبير مع الشمس ضمن التعرضات الطبيعية فتنا طلعنا عارسنا حياتنا نزلنا على أعمالنا الحقيقة ما منتأثر كتير الناس بدلوا لأ أنا كنت أطلع على الشمس ومنورها ما كنت حط واقي كنت صرت أتأثر كلف وجه كلام مزبوط بلقاء من اللقاءات يمكن تعرضنا للموضوع هذا أنه أنت اليوم وقت كنت طفلي يا ترى فت وطلعت وقبت بالمدرسة وبالباحة وبالحارة أيو تعرضوا للشمس أكبر هلأ بوضعك أنت هلأ ولا وقت كنت طفلي لا وانت طفلي أكتر طب كان بشرتك رأو ما تأثرت يعني لحنا لو منحافظ على بشراتنا بطريقة صحية وسليمية مبورنا بخير ما في داعي أنه لحنا نخاف مننا شا هيك هون ساعتا ما نقول الشمس مفيدة أما وقت بيصير في عنا أفراط في طريقة التعاطي مع الشمس أفراط في طريقة المستحضر أو باستعمال المستحضرات اللي ممكن تكون ما بتناسبنا اللي احنا عم نتعاطي معه هو اللي بوصلنا لمشاكل مع الشمس يعني اللا توازن أو اللا منطقي هي السيئة وليس ما الحياة يعني ما البيئة والحياة عندنا بالعكس سوريا أربع فصول يعني دائما الدول اللي فيها أربع فصول هي الدول الأجمع العالمية وفيها حياة أكتر دكتور هايك خلينا بسك نطرح سؤال بوقتنا هلأ هلأ حاليا يمكن صار أسعار مواد التجميل الأورجنال هي مكلفة جدا أو غير متوفرة كتير من الصبايا هنين عم يتشو مكام بالكريمات العناية بالبشرة ومكام بالميكوب إلى مستحضرات يمكن ما أنا كتير معروف المواد المحطوط فيها تعني شيء كتير مننا كمان بحطنا الضارات شمسية كمان معنا أوريجنال عما تكون عما تضر منطقة تحت العين خلينا نحكي نحنا كيف فينا نحمي بشرتنا خاصة يلي مضطرين يحطوا ميكوب ومضطرين نحنا كينا نتعايش بالشمس نتعايش مع الظروف الاقتصادية اختصتها ليه موضوع الميكوب منتطين شمال لغاليا يعني فهي الميكوب هي من أزوء الشهرات أنتم تطعطوا معهم عشر إذا مضطرينه ما في أوريجنال لا في أوريجنال لا في مان لا لا ما موضوع أوريجنال على فكرة بالميكوب ما في فرق كتير كبير بين الأوريجنال ون الأوريجنال لأنه هي انتم تشتروا براند صحيح ما هي دي حدرة الوجود المادة على البشرة هي التي تختلف وهي وجودها كلها على بعضها هي التي تختلف بس انتم مضطرين بحكم العمل لكن نحنا بشكل طبيعي البشرة الطبيعية المزبوطة وموفطرة تكون عم تتنفس ما يكون عليها شي هلا كنا عم نحكي ليش اليوم أنا مثلا بحمل حالي بنزل مثلا كنت طفل بفوت بطلع ما بتأثر بكبر بتأثر طب أنا شو قدمت ليش بشرتي بدال ما تقوى ضعفت اليوم فيه شالات فيه طقوس عم نقوم فيها عبشراتنا عم تضعفها من أهم الطقوسي الميكوب يعني أهم الشالات أنه أنا أظهر جمال المرأة بالميكوب لحتى تحول شكل الميكوب الملون على الوجه المرأة عنا بمفهومنا أنه هو شيء جمالي طيب السؤال مثل هلا لو لحنا تفرجنا على بعض القبائل هدول اللي بيحطوا لي أرص هون طرعا من دندل من تمون ولا من أدنيون هني شايفين حالوا بنفس الميكوب طبعكم هلا أن هيك كيف هلا أنت بتعمل الميكوب طبعك وبتمشي وبتلاقي أمورك بخير هنيكي بتزداد جمالها بهذا الموضوع بعض القبائل تاني كل ما كانت المرأة أكثر بداني كل ما بيعتبروها أجمل صحيح معناتها هي فينا نعتبرها أنه هي عادة اجتماعية كل مجتمع ينظر للجمال بطريده لكن الحقيقة أنه في بعض مظاهر الجمال ممكن تكون مؤذي فإذا منقدر لحنا نقدم لنفسنا الجمال بدون أذى بكون كتير ميح أما ميكوب تستغربي على فكرة هني شركات الميكوب بالعالم محدودة اللي تنتج الرو ماتيريال طبعا هي كتير قليلة ما أنا نكتر مع أنه في سبعين ألف ماركت ميكوب لكن المنتجين للرو ماتيريال للباودر والفونديشن هذول هني إلال وهني بيصدروا بعدين مثلا أنت بتنزلي أحد الماركات العالمية مثلا هي بتجيب من شركة إيطالية هي فرنسية تمام أو في ماركة تانية كمعن ثلاث ماركات فرنسيات بيشتروا من شركة ألمانية وهي فرنسية هي بس بتعبي أو بتحط مثل أقوله الأنبلاج فأحيانا بتقولي هاي الماركة أحساب من هاي الماركة قد تكون الفوارق كتير بسيطة وغير ملموس إنت عم تدفع حق براند ممكن تدفع حق براند اليوم إذا نزلت برات البلد وسافرت مثلا لمحال وتفت على سوق حرة وأختي بتلاقي هاي مكتوبة ليه 100 دولار وغير 50 دولار حقيقة إنه مثل بعضهم بجوز اللي حقه 5000 ليرانهون هو نفسه لكن الحقيقة هيختلف البراند والتسويق هاي نقطة طبعا في ماركات ممكن يكون فيها بعض المواد السيئة رخيصة وفي مواد ممكن تكون أكثر رقيا يعني خلينا نعتبرها بعض المواد الخالية من بعض المواد الكيموية التانية هذا ممكن تختلف شوي لكن بالغالب لا تختلف من ناحية النتيجة إنت هلا إذا حاطت ميكوب كتير بيهمك إذا كانت ماركة فرنسية ولا صينية ولا وطنية أكيد ما رح أقرى الماركة والبراند على وجهك فأنا ما رح أقدر أعرف أعرفت ليش تونه؟ هي بست ساؤلات هلأ إذا متجاوزيني عتم دعا الوطني شعر المصروف أرحموا جيوب رجالكم هيدا السؤال كيف نحميها؟ كيف نحميها؟ يعني هلا بيقول لكي حط بيز حط كريم حط واقع شمسي خففة طبقة الواقع شمسي ملون مثله مثل الميكوب بالمناسب والله يا دكتور دور دائما بتجيب لي كريمات تحت الميكوب لأنه شرق حوصا خلينا كيف فينا نعتني فيها يعني هلأ نحنا بنتعرض لساعات طويلة بالعمل أنا كيف فينا نعتني فيها آخر الليل مضطرة بس رح أمسح الميكوب بطريقة صحيحة كيف نطفها كيف رطبها ومع إمكانية ممكن مثل ما قلنا كل الصبايا بيحموا ببشرة لطيفة وجميلة مثل بيبي بس كما قلنا في غلاء أسعار فيني أنا بالبيت لأنه حط المي الباردة إذا بتغسل مش هك هي بتأثر يعني في بعض تأثر إجابا إجابا طبعا هذا اللي عم نحكي عنه لأنه نحنا وصغاركنا دائما نغسل دائما نوشنا ويدنا بالمي بعض الخطوات لكل الصبايا اللي عم يتابعونا والله لأول خطوة بلها حين ميسرة يعني بلها بس إذا فردت علينا يعني أكيد التنظيف بشكل سليم بيكون شي مهم الكريمات والمستحضرات بعد متابعة طبيعة بشرتها مع خصائي جلدي قدر يعطيها الشي اللي بيتناسب معه يعني اليوم بشراتنا في بشرات مختلطة في بشرات دهنية في بشرات مساناتها بتلاقيها واسعة في بشرات تلاقيها نعمية في بشرات اليوم مثل بقولوا يعني بيضة ولا سمرة هاي كلها بتختلف بالعناية والطبيعة في عوامل عائلية بتلاقي في بشرات بتجاعد على بكير وفي ناس بتحسيون شباب نحن هم نجا بنقولوا شو عم تاكل شو عم تشرب بتطلع تلاقي العائلة كلها بشرتها منيحة ما في اشي يعني هي بتكون مرحبية وراسية تمام هلأ التغذي السليمي بشكل كتير منيح تعويض البروتين عنها بشكل كتير منيح الفيتامينات ومضادات الأكسادي بشكل كتير منيح يعني هدول كل شي عديتون ربي لا اسألك رد القضاء ما اسألك اللطفة فيه يعني كل هذا ما بيرحم بالمناسبة لكن يلطف الأذى دائما تعاد دائما بعطي مسألة مرضية ادي بديك وقت لتحرق إيدك ثواني ما هيك طيب قديش بديك وقت لتعالجيها أشهر يعني الأذى سريع حتى لو حطينا دوها حرقة وحطيناها بالنار نرجع من حرقة مغير ناشي عرف تالي شنو فلحنا منلطف من الأسر قدر الإمكان بالتغذي السليمي بالمستحضرات طبع العيني بتنظيف بشرة بشكل سليم إذا كنتوا أنتوا مثلا مسأة هلا أنتوا مضطرين بحكم العمل والتصوير يكون موجود أوكي فهذا تلطيف لكن يفضل دائما يعني بحياتكم مسأة خلصت الشغل شلتوا الميك أب أوكي بلى بالنهار البقيان ما تحطوا ما كتير مهم أنك تروحي الزيارة وتكوني حاطة ما كتير تمام برافو هاي نقطة كتير مهمة يعني طالما أنت بتضطر بأداء عملك حتى إذا معنا ظهور ما منخطه يعني هو أنت بس فقط لما يكون عندك ظهور تضطر تضطره لكن تضطر تحافظ على بشرتك بشكل دائم طبعا هي الفكرة هون أنه أنت مضطرة بعملك بس حتى حياتك العادي ناس تقول لي على حفلة ناس تقول لي على عرص الحقيقة أنه ما بيغير نعم دكتور خلينا ننتقل إلى الموضة أو لا هلأ الوقت الحالي ما ننتقل الموضة هو البرونزاج هو السولاريوم قديش مضاره دائما منحكي يمكن عنه ولكن هلأ مع بداية فصل الصيف يعني البيض غير مقبول نوعا ما لدى الصبايا تعرض إلى الشمس استخدام الكريمات عد ساعات طويلة بالدعاء البرونزاج والسولاريوم قدي مضاره على البشر بالمناسبة النس مطابعينا هلأ بشرتهم سمراء بيتمنوا يبيضوا عنجا اي والله لأنه السلط عندنا السمراء بتحط بيض والبيضاء بتحط تسمر فأنت بترحمي الناس اللي قادي عم تسمعيك وطال أعطي لهم أنت هيك مع حلاكي بيضاء شقرا وقادي بديك تسمري فما حدا عاجبه حدا يعني أنت عتبك على حالك شوي تاني أنه ليش هيك أنا بيضاء تمام الحقيقة أنه رحوموا جلدكم يعني أنه اليوم أنت بتتعاملي مع الشمس لا بس أنا بشراتكم اتنين عادكم بيضاء تتعرضوا للشمس حتما رح يكون في عندكم حروق وحيرا الحروق بتتطور لدرجة تاني وممكن تترك آثار وحيث تلاقي اختلاف البشر يعني لون إيدك صار بأختلف عن وشه لا أنت اليوم الإيد اللي احنا بنتغاطى فيه بالحياة العادية هو اسمرار بطيء يعني أنت اليوم حدا بيلبس نسكم بحط إيده على شباك سيارة بيمشي بيأخد لون من بره بس أخد وقته يعني ما بيأخده بس أنت اليوم تعرضي لأسمرار قصري يعني عندما رح تعملت برونزاج رح تطلعي حمرة رح تطلعها محروقي طيب مشا يعني أنا ليش دي أحروق حالي حرق درجة تانية يعني أحلى درجة لا أسمر شوي لا أنت رح تحمري أكتر أحيان رح طلطي شوية لون بعدين رح تقشري بعدين هذا اللون بديك تم تدعميه لأنه هو لون البرونزاج هو عبارة عن اسمرار والإراتيشن الأحمرار تبع الشمس يعني حتى هذا اللون ما بتحافظه على جماله إلا إذا تم ميته طول الوقت عم تعرضي حالك للشمس لحتى يبقى اللون الأحمر وإلا بعدين بتحول للون أسود أو لون السمر المنح له بعدين تكون ترجعوا وتبيضه بالشتويه بعدين ترجعوا وتسمره بعدين تبيضه هذا غير الخطوط هذا غير الخطوط يعني إذا لابسين شي مايو أو كذا بتطلع الوحدي خط أسمر خط أبيض يعني أتوكم بالقصة حدا بيطبق لون وجهه على لون الكنزي غيره لون الكنزي وحافظه على لون وجهه يعني هو أنتو بترجده بالنهاية لأنه تعمله جديد هي ويمكن مثل ما قلت وقتنا خلص دكتور بس مثل ما قلت بداية حديثك هيدا دليل أنه معايير الجمال تختلف هي عادة اجتماعية تماما للأسف الكل بيتأثر فيها سعيدين بحديثك للحديث تتمي دكتور وقتنا خلص وشكرا كثير لك أهلا وسهلا فيك شكرا كثير لك دكتور هاي سوربيان أهلا وسهلا فيك